اه 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 ايمان لو رب المجد يسوع المسيح بصل أي واحد أو واحدة فينا حيقول لنا عظيم إيمانك ولا حيقول أين هو إيمانكم زي ما قال في موضع آخر ألعله يجد الإيمان على الأرض لما هيجي في المجيء الثاني الحقيقة الإيمان أمر أساسي وزي ما قال الكتاب بدون إيمان لا يمكن إرضاءه محتاجين إيمان والإيمان زي ما عرفه معلم نبولس رسول وقال الإيقان بالأمور التي لا ترى الثقة بما يرجى مين مصدق ومشايف سيد المسيح يطوي بالإيمان قال كده التومة قال له طوبة للذين آمنوا ولم يروا يا ترى هل نثق في كلمة الله إحنا في الصم الكبير ومنكسف إرياتنا في الكتاب المقدس يا ترى احنا كل كلمة بنقراها مصدقين فيها ولا لا لابد أنه في كل مرة بنقف نصلي نقول له يا رب زود إيماننا بنطلب طلبات كتيرة لكن يا ترى بنطلب طلبات روحية ولا كلها طلبات مادية بنطلب أن احنا نحس به بنطلب أن احنا نقرب منه بنطلب أن احنا يزود إيماننا ولا الحقيقة الإيمان ده مش واخد اهتمام في طلباتنا محتاجين أنا وحضراتكم في كل مرة نقول له زود يا رب إيماننا زود إيماننا عشان كل ما يزود يجي في الآخر ويقول لنا كده زي ما قال له هذه المرأة قال لها عظيم إيمانك كلمة جميلة مشجعة بيشجعها فعلا كان إيمانها عظيم وبالتالي الحقيقة احنا محتاجين نطلب من رب المجد يسوع المسيح في كل صلواتنا نقول له يا رب زود إيماننا محتاجين نتمسك بالإيمان زي ما سمعنا في السنكسار أبأنا القدسين والشهداء تمسكوا بالإيمان حتى النفس الأخير ويتعرض عليهم عروض براقة لكن يتمسك بالإيمان يا ترى احنا قد ايه متمسكين بالإيمان سمحوني احنا ممكن ساعات نتساهل ونترك الإيمان من غير ما يضغط علينا من غير ما يضغط علينا إيماننا وكنيستنا وتقصنا بنتساهل فيهم يعني ما فيش ما يضعو من إن أنا ما صومش وهكذا محتاجين نتمسك بهذا الإيمان ونقول له رب زود إيماننا وبالمناسبة دي حابب برضو أتكلم مع حضراتكم كده في دقيقة واحدة في بعض الأمور التقصية اللي احنا مفروض برضو بنتمسك بيها ممكن من التقصي عن النظام والكنيسة والأباء حطوه من أجيال اللي عايشين به احنا هقول لكم على ثلاث ملاحظات عايزين نهتم بيهم أول ملاحظة جلسنا في الكنيسة احنا عارفين إن في أماكن مخصصة للرجال وأماكن مخصصة للسيدات لكن الأعداء المختلطة دي ما استلمناهاش في الكنيسة الأعداء المختلطة ما استلمناهاش في الكنيسة فبالتالي حيبقى البنش اللي قدامي ده رجالة كله اللي جنبيه سيدات رجال سيدات رجال سيدات ده لأن المسبح هنا ايه على الطرف أما لو واحد بنصلي في المسبح الوسطاني فيبقى النحية دي كلها رجال والنحية دي تانية كلها ايه سيدات أرجو ان احنا كلنا انتم من ساعة موعيته على الدنيا وعى الكنيسة وكان هذا هو ايه النظام ليه تساهلنا وليه فوتنا ارجوكم نرجع لنظام بتاع كنيستنا الأصلي تاني حاجة تقصية فيبقى من الأسبوع الجاي ان شاء الله كل واحد فينا عارف مكانه اذا كان راجل او ست مكانه فين في القدس تاني حاجة هنصلي دلوقتي يقول داس المؤمنين ونقول صلاة الصلح وفي ختمها الشمس ينده ويقول قبلوا بعضكم بعضا هذه القبلة اندصرت في الفترة الأخيرة القبلة بتاعتنا بنمد ايدينا لبعض وناخد باركة تقبيل ايدي مع بعض طبعا هتقولوا اصلي كان فيه كورونا كورونا خلصت وبتسلموا على بعض وبتحضنوا بعض وبتصيفوا مع بعض وبتحضنوا بعض يعني الدنيا بقت عادية تماما 200% فبالتالي مش هنيجي على قبلوا بتاعت القدس اللي تندثر اولا عشان نخافز على تقصنا وله معنى روحي وهو معنى الصلح الصلح وده تعليم كتابي وتعليم كنسي نمرة اتنين لان عيالنا الصغيرين عندهم سنتين وثلاثة دول ما شافوش قبلوا بعضكم بعدي بيسمعوا عنها بس ما شافوهاش فارجوكم كلنا نلتزم بمرض الشماس بالعمل الفاعل تالت حاجة في تقصنا وفي نظام كنستنا ان احنا عند التناول كلنا بنتناول باللفايف فاللي جايب معها الفافتو كان بها مش جايب الكنيسة بتقدمنا لفايف نظيفة ومخصولة ومكوية وكل حاجة والسيدات مفروض ان احنا كل ما بنصلي سواء في البيت او في الكنيسة دايما معنا الاشارب بتاعنا فاللي ما معهاش اشارب الكنيسة بتقدم اشاربات عايزين نحافظ على ايماننا ونحافظ على تقصنا ونحافظ على كنيستنا وكما استلمناها نسلمها لأولادنا واحفادنا ربنا يدينا نعمة ويدينا ايمان ويدينا ثبات له كل مجد وكرامة من الان والابد امين اقول لكم حسنا